السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم مثل ما كنا بنعرف فالشي الوحيد اللي بيمنع أغلب الناس من أنها تنصب Arch Linux هو عملية التنصيب بحد ذاتها لأن تنصيب Arch معتمد بشكل أساسي على التيرمينال وعلى أنك تكتب كل أمر من الأوامر خطوة بخطوة طيب إذا قلت لك أنه في عنا طريقة بغاية البساطة لحتى أنه ننصب Arch بدون أي مجهود وبنتيجة ما بتشعر بالفرق بين أنك تنصبها بالطريقة التقليدية أو بالطريقة اللي رح نشوفها اليوم فهل الساك رح تقول أنه أنا ما بدي أستخدم Arch خلينا نشوف بفيديو اليوم شو هو ال-N Archie أو ال-N Archie ما بعرف كيف تتلفز الكلمة اللي هو عبارة عن Installer مكتوب بالPython اللي بيسهل لي عملية التنصيب وبيخليها شبيهة بالأشياء اللي شفناها مثلا بال Slackware فرح يكون في عندي عبارة عن ما رح قول أنه هي واجهة رسومية وإنما هي TUI اللي هي Terminal User Interface وعن طريقها أنا بس بدخله المعلومات اللي معتاد عليها وبعدين بيطلع في عندي نظام بالكامل هل هي الطريقة؟ فعالمية بالمئة 99% ممتاز ينقصه بعض الأمور اللي رح نحكي عنها بعد شوي طيب خلينا أول شي نلقي نظرة على موقع ال-N Archie أو ال-N Archie نشوف أنه هي عبارة عن Simple and Intuitive Terminal Based Arch Linux Installer ها كل شي بيقليها الموقع بعدين بروح لزر ال-Download طبعا إذا لاحظت على النوت اللي موجودة تحت رح نشوف أنه التنزيل بتم حصريا عن طريق الموقع اللي نحن فيه فإذا أنت دورت على جوجل وطلع لك N Archie بأي مكان تاني أو N Archie بأي مكان تاني فلا أنت لازم تروح للموقع الرسمي لحتى تجيبها منها فمنروح لزر Download Now بعد ما بروح للDownload رح ياخدني لل-Git Lab الخاص بال-N Archie منهم بيجي لعند ال-Images وبيختار إما إذا كان بدي نسخة ال-32 بيت أو نسخة ال-64 طبعا إحنا رح نمشي مع نسخة ال-64 مننزل هاد ملف في الآيزو وبعدين إما منكتبه على الفلاشة أو إذا كنا عم نساويها بماكينة افتراضية منحطه بالماكينة الافتراضية وبتبتدي عملية التنزيل بكل بساطة طيب هلا متل ما إنا شايفين وقت اللي أقلعت من ملف الآيزو طلعت عندي ال-Grab Menu الخاصة بال-Arch فأنت ممكن إنك تقول بس أنا نزلت an Archie وين الاختلاف بس ال-Grab Menu المختلفة هلا بعدين بنشوف إنه رح تكون الواجهة اللي رح تطلع بعد شوي مختلفة بالكامل طيب هلا متل ما شفنا إنه ما طلعت عندي الشاشة السوداء وإنما طلعت عندي شاشة بلوم مختلف طلع في عندي خيارات ممكن إني أختار منها فأول شي رح نختار لغة النظام طبعا نحن منتعامل مع هاي الواجهة عن طريق الأسهم نحن رح نمشي معه للغة الإنجليزية من اللغة OK تحرك بالسهم اليمين لل-OK مثل ما شايف بالشاشة من تحت في عندي ال-OK بضغط عليها بعدين بدي أختار لغة الكيبورد إذا أنا ما بعرشو هي اللغة اللي بديها فبس بروح بالسهم اليمين لل-OK وبضغط Enter أما إذا كنت بعرشو اللغة اللي بديها فرح نروح معه ال-O لنختار Other Language نروح مع اللاتين نختار اللاتين وبعدين تطلع لي رسالة بتقلي أنه ال-Anarchي هي ليست توزيعة مبنية على Arch وإنما هو عبارة عن Installer يعطيني Arch بكامل مميزاتها هاي لازم تخليها بالك أنه نحن ما عملنا ننسل توزيعة مبنية وإنما عملنا ننسل Arch بكاملها فهلأ منروح مع ال-OK وبعدين لازم أني اعمل Update للإنستولر هادي بيعملي لأنه مثل ما شفنا ال-Anarchي ما بتصدر بشكل شهري مثل ال-Arch وإنما هو Installer كل ما المطورين يشوفوا أنه في باق أو في ميزة بدون يضيفوها بيحطسوا الإنستولر فنحن لازم أول شيء أنه نعمل له عملية Update وهلأ هون بيقلي أنه لازم أني أعمل عملية Update للميرورز للسيرفرات لحتى إختار أسرع ميرور أو أسرع سيرفر هاي النقطة اللي ما عجبتني أنه وقت اللي عمله يعمل الرانكينج ما بيسمح لي أني أختار البلد اللي بديه هو رح يختار أسرع سيرفر من كل السيرفرات الموجودة أنا ممكن أني عدت الملف الميرور ليست مانول بشكل يدوي بس ما رح أعمل عملية الرانكينج بس رح أختار البلد اللي أنا فيه فبتمنى أنه بإصدارات قادمة من ال-Installer أنه يضيفو إمكانية أنك تعمل الرانكينج بالاعتماد على البلد فلو قشينا بالسهم لل-Edit وبعدين اخترنا الفيم وبعدين بتدور على البلد اللي أنت فيه طبعا إذا ما لقيت البلد اللي أنت فيه فبتروح مع أسرع سيرفر موجود وبتقله أوكي هلا رح نحفظ الملف وبعدين هو رح يعمل عملية الرانكينج باستخدام ال-Reflector هلا بنختار لغة اللوكال اللي شفناها أكتر مرة اللي هي لغة النصام رح نمشي مع الإنكليزي نقل له أوكي بعدين بنختار المنطقة الزمنية وبعدين هلا هون بدك تعمل عملية ال-Partitioning نحنا اليوم رح نمشي مع Partitioning أوتوماتيكي لحتى ما نعمله بشكل مانول فمنروح مع الخيار الأول هلا رح يسألني أي drive بدي نزل النظام عليها أنا هون ما في عندي غير drive واحد فرح نتحرك بالسهم اليمين قل له أوكي بعدين رح نمشي اليوم مع نظام الملفات ال-ext4 ال-ext4 ال-extended 4 فكما تحرك بالسهم اليمين وبقل له أوكي ما رح نعمل ملف swap أو Partition swap فبتحرك كما بالسهم اليمين اللي عنده وبعدين هاي الماكينة الافتراضية أنا عاملها مع UEFI فرح قل له أنه يفعل خيار UEFI بضغط Enter وبعدين عمله يعطيني warning أنه رح يعمل عملية format و Partitioning فبتحرك بالسهم اليسار وبقل له write changes هلا إما أني اختار واجهة رسومية مخصصة من قبل الفريق المطور للأنارتشي أو أني رح مع الديفولت أو مع النسخة الخام هلا أنا اليوم رح نروح مع النسخة الخام لأنه بدنا ننسل الجنوم طالما أنه صدر النسخة 42 فإذا رحت مع النسخة المخصصة من الانارتشي ما رح نشوف ميزات الجنوم 42 الخام فرح ايشي للخيار الأخير ورح قل له انارتشي advanced هلا رح رح مع الخيار الأول اللي هو الينوكس بيز متل ما اللي شايف عماله اللي فرح نمشي معها ممكن انك تختار اي كرنل تانية بدك ياها اذا كان بدك نسخة الل تي اس بدك نسخة الزين فنحنا رح نروح مع البيز بعدين بيسألني شو هي الشيل اللي بدي استخدمها رح نمشي مع الباش ممكن انك تختار اي داش او الزي شيل نحنا رح نروح مع الباش بعدين عماله يسألني شو هو البوت لودر اللي بدي اياه انا في عندي خيارين ما بيختار غيرهم بالعادة اما بنزل الجرب اللي هو تسعة وتسعين بالمية من الحالات السيستم دي بوت لازم انه نخصص له فيديو مستقل فيه فنحنا رح نمشي مع الجرب فبروح بسهم اليمين للاوكي بضغط انتر وبعدين شو هو كيف بدي اتصل بالانترنت شو هي اليوتيلتي او الادات اللي بدي استخدمها طبعا اذا كنا على واي فاي اذا كنت انا شغال على لابتوب اول ما اقلع من النظام رح تطلع لي كمان تي يو اي تسمح لي اختار النيتورك او الشبكة اللي انا بديها فنحنا رح نمشي مع النيتورك مانيجر كمان بسهم اليمين وبضغط انتر هلا عمله يقول لي انه هاي النسخة هي عبارة عن 64 بيت هل بدي يضيف دعم لبرامج ال 32 بيت بهاي الماكينة رح نقل له لا فرح امشي بالسهم اليمين وبقل له no وبعدين بيقول لي enable DHCP at boot وعمل يقول لي recommended فرح نقل له yes وبعدين بيقول لي install wireless utilities رح نقل له yes مع انه انا ضمن ماكينة افتراضية بس رح نقل له yes لا انت اذا كنت عمالك تعملها على جهازك فاكيد اذا كان لابتوب فعندك واي فاي رح نقل له yes وبعدين install os prover هاد شو بيساوي لي اذا كان في عندي اكتر من نظام اذا كنت عمالي اعمل دول boot فهاد لازم يكون موجود لحتى اللي grab يقدر يتعرف على السيستم الثاني وبالتحديد windows انا رح قل له no هلا بعدين عماله اللي would you like to install a desktop or window manager نحن بننزل gnome طبعا فعماله اللي select yes to install a desktop environment فراح نقل له ok هلا هون كمان برجع بدي ننزل نسخة customized اللي ما اعمل لها تخصيص من فريق اناتشي ولا بدي نسخة clean بدي نسخة خام رح نروح مع النسخة الخام اللي هو الخير الثاني وشو الواجهة اللي بدي اختارها متل ما حكينا رح نروح مع gnome فبنزل لعند اللي gnome وبحددها بزر space وبعدين بروح بالزر المي بضغط على enter هلا بدي نزل برامج gnome الاضافية رح نقل له ok بعدين عمال اللي انه هو فعلا اكتشف انه هاي virtual machine فراح نزل لي الدرايفرات الخاصة فيها ok بعدين بدي نزل دعم للتوتش باد او لماوس او من هالامور اللي موجودة على اللابتوب رح نقل له yes بعدين بدي display manager كمان رح نقل له yes رح نختار lgdm وهو رح ينزله مع اللي gnome بس كمان عندي الخيار انه يعطيني اياها فرح نقل له ok بعدين بسهم اليمين وضغط enter هلا بدي اعطي اسم للنزام رح نخليها الانارشي بعدين لازم حط كلمة سر للروت يوزر بعيد كلمة السر للروت يوزر متل ما انا شايف هاي خطوة الوحيدة اللي كتبت فيها اشياء هلا بعدين بدي اضيف مستخدم للنزام فبتحرك بالسهم اليمين للنيو يوزر بضغط enter بعطي اسم المستخدم بعدين بعطي الاسم الكامل وبعدين بحط كلمة سر للمستخدم طبعا انا دائما بفضل انك تحط نفس الكلمة اللي حاطتها للروت لحتى ما تتذكر كلمتين بعدين بيسأل لي انه اذا بدي اعطي المستخدم اللي عملته صلاحيات سودو او صلاحيات روت رح نقول له يس وهلا صار عندي المستخدم الاول والمستخدم التاني بتحرك بالسهم اليمين لعند الدن اللي هو الخيار الاخير بقول له اوكي وهلا بتبلش عملية التنزيل متل ما اللي شايف انه اعطاني عبارة عن سامري او مراجعة سريعة بالاشياء اللي رح يعملها الحجم الاجمالي اللي بدي ينزله الوقت المتوقع لعملية التنزيل من هالامور فبقل له انستول وبنرجع بعد ما تخلص عملية التنزيل طيب هلا هيك بعد ما خلصت عملية التنصيب بتطلع عندي شاشة بتطلب مني انه بدي اعمل ريبوت بدي اطفي الجهاز بدي اضيف مستخدم جديد بدي شوف الانستول لوج نحنا رح نروح مع الريبوت ضغط انتر متل ما عنا شايفين طلت عندي قائمة grab وبعدين طلع عندي lgdm display manager فبضغط على المستخدم وبعطي كلمة اثر متل ما عنا شايفين عندي gnome بشكل كامل نزلناها على arch بدون ما نكون مضطرين انه نكتب غير كلمة السر واسم المستخدم باقي الخطوات كانت بشكل كامل مؤتمت خلينا نشوف شو هي بس اهم التغييرات والتحديثات بالجنوم 42 ما رح نعمل نظرة شاملة على الديسكتوب لانه الجنوم كلنا نعرف شو هو الجنوم ولكن بالاصدار 42 صار في عندي بعض التغييرات اللي كانت مهمة جدا ويعني كان لازم تنعمل من زمان فلو اجينا الاعدادات للسيتنجز رح نشوف اهم تغيير بالجنوم 42 الا وهو اضافة الدارك مود او المود الداكن اللون الداكن على مستوى النظام من ضمن الاعدادات فلو جينا للابيرانس رح نشوف انه في عندي بالستايل في عندي اللايت والدارك فلو رحنا مع الدارك رح نشوف انه صار في عندي دارك مود وهذا بينطبئ على مستوى النظام لو فتحنا الفايل مانيجر رح نشوف انه ماشي مع لون مع الدارثيم اللي اخترناها لو رجعنا لللايت رح نشوف انه طبق لي اياها لو فتحنا المتصفح اللي بيجي مع غنوم اللي هو الابيفاني كمان هلا شايف انه هو لايت فلو غيرناها للدارك كمان رح نشوف انه حتى المتصفح رح يمشي مع الدارك ثيم هاده بينطبئ على كل البرامج اللي مكتوبة بالجي تي كي فور مع اللايب ادوايته واحد اللي هي بتطبق الثيم على مستوى النظام هلا طبعا هاد الكلام ممكن يكون له بعض السلبيات على الاقل بالفترة الحالية لانه امكانية تخصيص غنوم رح تكون اصعب من قبل برنامج تويكس ما رح يعود قادر انه ينفذ لي يغير لي الثيم لأي ثيم بدي اياها هلا بالنسبة لي شخصيا هاد الكلام ممكن ما يكون هالمشكلة الكبيرة لانه بالاساس يعني انا التويكس كنت باستخدمها ايام كنت باستخدم غنوم بس لحد تغير من اللايت مود للدارك مود صح ممكن ان يكون في اختار ثيم بالوان مختلفة يكون في عندي اسود بالكامير يكون في عندي رمادي بس حاليا يعني بالوضع اللي موجود فيه الثيم يعني ممكن اني استخدمها وما احتاج اني غيرها ابدا من التغييرات التانية اللي صارت موجودة باللغنوم لو اجينا على البانيل العلوي وبنضغط على اي عنصر من عناصر البانيل بالاصدارات القديمة اذا نتذكر انه وقت اللي كنت بضغطه بتطلع عندي الدروب مينيو كان في عندي سهم موجود بهذا المكان بالتحديد بيدل او بيعطيني مؤشر على انه انا وين موجود بالبانيل هاد كان موجود بالنسبة للاختصارات اللي بتعطيني الوايرلس والصوت والاعدادات كان موجود بالنسبة للقسم اللي بالنص اللي بالساعة كمان هون كان في عندي السهم هلا هاد السهم راح اذا طلعنا كمان بالدروب مينيو اللي فتحت هلا بشوف انه صار في عندي الكيفية كيفية توزيع العناصر صارت مرتبة بشكل اجمل صار في عندي تباين بين العناصر مثلا التودي بالنسبة للكالندر للتقويم صار في عندي لون مختلف لون هو كمان رمادي بس افتح يعني طير عن قبل راحة الاطارات او البوردرز اللي كانت موجودة حواليا المستطيل لا هاد كمان الكلام يعني صار مودرن اكتر هلا كلاياتنا ماشي مع الفلات فيم والفلات ديزاين ازا شفنا الزوايا الراون الكورنرز صارت مدورة بشكل اكبر بكتير كانت موجودة بالاصدارات الاديمة مسلا صار التدوير اوضح يعني صار الجنوم اتنين واربعين متماشي مع اللغة التصميم او الديزاين الحالية اللي هي فلات هاد يعني بس بالنسبة للناس اللي حابة انه تستخدم جنوم او تستخدم اي ويندو مانيجر تاني او ديسكتوب انفايرومنت تاني مع الارتش وما لها حابة انه تروح وتنزل الارتش بالطريقة الاديمة اللي بعد ما شفنا هاد البرنامج او هاد الانستولر بتوقع انه اي شخص صار بامكانه انه ينزل الارتش لو اجينا للسيتينجز ورحنا لقسم الاباوت رح شوف انه انا فعليا موجود على ارتش لينوكس وليس انا ارتشي نحنا نزلنا ارتش ولكن بطريقة مبسطة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب بالنسبة لغير المشتركين ياريت الاشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل الجديد من قناة نوفراتيك بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبامان الله